نامشكم أسئلة المسلمين الشائعة اليوم خلنا نتكلم شوي عن القيامة تعريف القيامة هي الوقت الذي يقوم به الميت من موته القيامة هي أمر يحيطه الكثير من الغموط والناس من آلاف السنين وهم من قسمين بين اللي يؤمن بالقيامة ومن لا يؤمن بها حتى أيام المسيح هناك كان طائفة يسموهم الصدوقيين اللي ما يؤمنون بالقيامة مرقص ناشر تمانية والفريسيين اللي كانوا يؤمنون بالقيامة أعمال ثلاثة عشر تمانية وهذه الأيام هناك الملحد اللي يقول ما في شيء يسموه قيامة ولا الإنسان اللي عنده دين ويقول أنه هناك في قيامة خليني أنا أتكلم مع أهلي المسلمين يعني أنا أصلا كنت مسلم مثلهم المسلم يحسب أن القيامة هي يوم يوم في آخر الزمان يقوم الميت من موته علشان يتحاسب لكن حنا المسيحيين نقول عن القيامة أنها مش يوم ولكنها شخص المسيحي يقول عن نفسه أنا هو القيامة والحياة من آمن بي ولو مات فسيحيا يحنى 11-25 شيء جديد عليك مش كده طيب أزيدك من الشعر بيت اسمع إيش يقول للمسيح لك أنت نعم لك أنت أنت أصلا موجود هنا وتسمع هذا الآن مش صدفة ولكن الرب يسوع المسيح يدعوك علشان تتبعه هو اللي يقول لك ويقول لك كل من كان حي يعني أنت الآن وآمن بي فلن يموت ولن يذوق طعم الموت إلى الأبد يحنى 11-26 هل تؤمن بهذا؟ أشجعك أنا قد تقول الآن مثل ما قالت مرثة للمسيح نعم يا سيد أنا آمنت أنك أنت المسيح ابن الله الآتي إلى العالم شف كيف أن القيامة هي في شخص المسيح ومش يوم طيب ممكن تسأل وتقول طيب المسيحيين يموتون بعد وأنا أقول لك نعم المسيحي يموت بالجسد مثله مثل غيره والمسيح هنا بيتكلم عن الموت الروحي يعني الطرد من محضر الله مثل آدم وحوة لمن طرده من الجنة لأن الله قدوس الله قدوس وما يقبل إلا كل شيء قدوس يكون في محضره وقدامه المسيح لمن قال أنا هو القيامة لمرثى هو يبي يقول أنه هو اللي له سلطانة إقامة الموات يوم الدينونة ولكنه قرر من نفسه أن يقيمها لعاذب في ذلك الوقت اللي هو أخو مرثى علشان يعزز إيمانها ويقوي إيماننا حنا بعد اللي نقرأ هذه القصة الآن وإنت تسمحها من خلال شاشة جهازك المسيح هو الوحيد القادر أن يخلصك من الخطيئة اللي هي سبب الموت فهل قررت من نفسك أن تيجي الآن للمسيح علشان يشيل خطيئتك ويخلصك منها وبالتالي تكون الحياة الأبدية من نصيبك بالنسبة لي لو كنت محلك لكنت قلت نعم يا رب تعال ودخل جلبي وخلصني من الخطيئة وخلني أعيش معك للأبد بالمسيح يسوع آمين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر حب سباني ومن موت أحياني حب سباني ومن موتي أحياني وامتلك قلبي تعال 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 فوق وانظر ما أطيب ربي حب سباني حب سباني من موت أحياني حب سباني من موت أحياني وامتلك قلبي تعال 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 وانظر ما أطيب ربي آه ما أحلى كلاما كلامه روح وحياني من ملاء قلبي سلامة صار كل المشتهات آه ما أحلى كلاما كلامه روح وحياني من ملاء قلبي سلامة صار كل المشتهات وكل الأمان حب سباني حب سباني من موت أحياني حب سباني من موت أحياني وامتلك قلبي تعال 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 وانظر ما أطيب ربي موسيقى 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 سيد لكن خادم غسل رجول التلمير اللي اختبر حبه فاهم طعم عشر تالذين بس ما المعاني حبه سباني حبه سباني سباني من موت أحياني حبه سباني من موت أحياني وانظر ما أطيب ربي حب هسباني من موت أحياني وانظر ما أطيب ربي 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 يدعي بعض البعيدين عن تعاليم سيد المسيح أن المسيحية تصريح مفتوح لفعل الخطايا فكل واحد يغلط ويخطب كيف وعلى هواه لأن المسيح غفر لك لذنوبه فهل يا ترى غفران المسيح فعلا تصريح مفتوح لنا لفعل الخطايا ومن ناحية أن المسيح مغفور له كل خطاياه فهو بدون شك مغفور له كل خطاياه فدم المسيح الطاهر يغفر خطايا الماضي والحاضر وكل خطايا المستقبل مهما كانت وهذه حقيقة مسيحية ثابتة لا جدال فيها فهو غفران كامل وشامل بسبب عمل المسيح الكفاري على الصليب وطبعا هذا الكلام ثابت في آيات كثيرة تأكد هذا الحق الإلهي فالمسيح الحقيقي له الحق في دم المسيح أن تغفر له كل خطاياه فالآية تقول ودم يسوع المسيح ابنه يطهرنا من كل خطيئة وفي رسالة يحنى وهو كفارة لخطايانا ليس لخطايانا فقط بل لخطايا كل العالم أيضا وهذه نعمة من الله للبشر في قبول فداءه وخلاص السيد المسيح لنا من الخطيئة بعمله على الصليب نعمة كبيرة جدا لكن من يأخذ كثيرا مطالب بأكثر وكل ما تمتع الإنسان بغنى نعمة الله كلما زداد محبة وتقدير وحرص على ذا النعمة من خلال أعمال وتصرفات وسلوك وتعاملات في الحياة فالنعمة أبدا ما ترخص الخطيئة ولا تقلل من شأن القداسة بالعكس فالنعمة تزيد الإنسان حرص وتدقيق في حياته وعلاقته مع الله والناس فإحنا نؤمن أن الخلاص بالنعمة بالإيمان لكن هذا الخلاص لابد أن يثمر عمل صالح وإذا لم يثمر عمل صالح مثل ما يقول الرسول يعقوب فإنه إيمان ميت بدون فائدة يعني إيمان غير حقيقي أو غير موجود أصلا فإذا قال أحد إن له إيمان وما لأعمال فإيمان أكيد ميت واللي يدعي إن له إيمان وما لها أعمال فهذا إيمان إدعائي ونظري وللأسف ما لأي أساس فالموضوع مش في القبول بنعمة السيد المسيح كمخلص أو لا لكن الإيمان بعمل السيد المسيح وخلاصه إيمان كامل وشامل فقبول شخص المسيح كفادي ومخلص في حياتك يعني علاقة مستمرة وحياة جديدة وتغيير كامل فأنت في المسيح خليقة جديدة فإذا قبلت المسيح وما تغيرت فأنت في الحقيقة ما قبلته أصلا فالإيمان الحقيقي لازم ينتج عمل صالح وحياة مقدسة ترفض الخطيئة ممكن جدا نسقط في الخطيئة لكن نقوم بسرعة ونتوب عنه ونكمل علاقتنا مع الله أما المستمتع والمستهين بخلاص المسيح فهو غير مخلص وغير مؤمن وغير عارف لحقيقة عمل المسيح الكفاري أصلا وأي واحد يعتقد إن المسيحية شيك أبيض بالخطيئة فهذا إنسان ما يعرف المسيحية ولا يعرف المسيح أصلا فلا يوجد فكر أو تعليم في المسيحية يقول اغلط مثل ما تحب والمسيح يغفر لك كل ذنوبك لكن المؤمن المسيحي المقدر لنعمة المسيح ومع إنه ضامن الخلاص لأنه يفعل الخير حب للناس وتشبه بالسيد المسيح ومش مقابل أجر ينتظره أو بر ذاتي يرجع له حب الخير للخير ومش طمع في مصلحة أو سمعة أو لأن الحسنات يذهبن السيئات لكن إنسان تغير في المسيح وأعماله مجرد ثمار ناتجة عن علاقته ومعرفته بالسيد المسيح فالإنسان المؤمن إيمان حقيقي يظهر إيمانه من خلال أعماله وتعاملاته وعلاقاته مع نفسه ومع الناس ويتحرر من قيود الخطيئة فما تعود مسيطرة عليه مدام يسلك في طريق المسيح وحتى إن حدث وتحرض لمغريات أو لمشاكل واضطهادات في حياته فيواجهها بصلابة وإيمان وإن خانته إرادته واستسلم لتجربة معينة وسقط لازم يندم يندم على خطيئته يتركها ويرجع بسرعة على الله ويتوب فيغفر الله له كل خطاياه الماضي والحاضرة بعد أن تاب وندم أما المقتنع بأن المسيح غاء غفر له كل ذنوبه وجالس يخطي يمين وشمال وماخذ الدنيا طوله بعارض لأنه ضامن الأبدية فإيمانه للأسف باطل وغير نافع لأنه بهذا الفكر يزدري بدم المسيح ونعمة خلاصه ويستهين بلطفه ورحمته ومحبته وبالتالي يحرم من الخلاص فالاستهانة بالخطيئة استهانة بدم وعمل المسيح نفسه إذن خلاص المسيح نعمة تبعدنا عن الخطيئة وتحاربها فينا ومش العكس وتعطينا ضمان بالأبدية والقرب من الله أعزائي المشاهدين حلو جداً شعور بنامة المسيح حلو جداً إنك تشعر إنك تثمر حلو جداً إنك تشعر إنك تتغير حلو جداً إنك تشعر إنك إنسان ناقي وجديد في المسيح وأشكركم لمتابعتكم والسلام ختام وحياكم الله وأشوفكم الأسبوع الجاي على خير شكراً ومثل ما تشتاق الغزلان إلى جداول الماء كذا تشتاق نفسي لك يا الله نفسي عطشان أهل الله الإله الحي فمتى أجي ووقف قدام الله قد صارت دموعي طعامي الوحيد نهاراً وليل إذنه نقال لي كل يوم وين إلهك يوم أتأمل في نفسي تعاودني هذيك الذكرى كيف كنت أمشي محشود العابدين المحتفلين بالعيد وأقودهم فالحضور إلى بيت الرب هاتف معهم فرح وحمد ليش أنت مكتأبة يا نفسي وليش أنت قلقانة فيي ترجى يرب فإني أبقعد أحمده لأنه عوني وإلهي إلهي إن نفسي مكتأبة فيي علشان كذا أذكرك من وادي الاردن ومن جبال حرمون ومن جبل مصعر أمواج النكبات توالت عليك ما توالى مياه شلالاتك يبدي الرب لي رحمته فالنهار وفالليل ترافقني ترنيمته صلاة لإله حياتي أقول لله صخرتي ليش نسيتني ليش أطوف النايح من مضايقة العدو لقد عيرني مضايقيني وسحق وعظامي إذنهم يقولون لي طول النهار وين إلهك موسيقى 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 اشترك من في القرى اشتركوا في القناة ونختمها زي ما يقولوا ختامها مسك بفقرة الاختبارات وهذا الاختبار وصلنا من السعودية من الأخت لام ميم من السعودية تقول بدأت قصتي منذ كان عمري عشر سنوات ربما لن تصدق ولكن هذا ما حدث سحكي لك التفاصيل مهمة عن حياتي لتكون الصورة واضحة وكاملة لك سن العاشرة تعرضت لمحاولة اقتصاب من أحد أقاربي عن نفن بطريقة وحشية ولا إنسانية وفي الآخير ألصقني بالحائط وأمسك رقبتي بكل قوة لم يسمى أحد صيحات فزعي وألمي ناجيت الله ولم يستجيب لي من قوة الضغط فقط وعيي جراء جلطة ضماغية سقطت أثرها في غيبوبة تسببت جلطة في شلل وقتي نصفي لجزء من جسمي تعفيت منها بطول الوقت من ذلك اليوم طويت صفحة سوداء من حياتي وحاولت بكل ما أتيت من قوة مجابهة الحياة الضغط فرني لم تكن لدي الجرء أن أترك الإسلام وحينها لم أفكر في ذلك حتى لكن كان هناك شرخ أزمة ثقة وإيمان متلاشي بيني وبين الإسلام بعد زواجي أيضا حياتي تحولت للجحيم زوجي رجل مدمن يعنفني بشكل يومي ويعنف أطفاله أيضا بله رحمة يحرمني من أبسط حقوقي حتى في العلاج حتى أني لمحته بيوم من الأيام يتحرش بابنتي الضغيرة ولما منعته ضربني بوحشية ناجهت عائلة المسلمة المسلمة جدا أن تنقذني وتخلصني منه فلم يأبهوا لأمري طبعا في الرجال في الإسلام قوامون عن نساء بسن الثانية والعشرين ذهبت مع زوجي إلى الحج وعلى عكس ما يحدث لأغلب الناس لا أعلم ماذا حدث لي وأنا ببيت مكة شعرت بغربة بإنسلاخ شعرت أن الطقوس والعبادات التي يقومون بها أعمال لا معنى لها كنت أراها طقوس همجية بربرية بلا روح ولا هدف ولا سمو قذارة وبربرية وممارسات بدائية وثنية تتناقض مع عدة آيات بالقرآن حينها وبلحظة فارقة تشبه خروج الروح من الجسد أيقنت أني لم أعد مسلمة أو بتعبير أصح وأدق تخليت عن هذه الوراثة الفتاة الصغيرة التي كانت خائفة بعمر العاشرة أن تقرر هذا القرار خرجت مني الآن وقادتني للنور طبعا لم أفصح عن هذا الأمر لأي إنسان مجتمع متعاصب دينيا واحتمال كبير أقتل أو أفصحت عن ذلك وفي الأثناء قادني الفضول أن أتوجه وأن أبحث عن المسيحية التي لطالما كانت موضوعا محرما في العائلة أو المدرسة وكانت هناك شيطنة للمسيحيين في محيطنا لكن قررت البحث وما دفعني للبحث التفاصيل ربما تكون للبعض تافهة ولكنها مهمة بالنسبة لي الحاج معيك فمنذ طفولتي كنت أعشق أن أستمع لتراتيل المسيحية والكنيسة التي أراها في الأفلام وكانت روحي تنتشي بها كنت أتمنى أن أزور كنيسة أن أقابل رجل دين مسيحي ليكشف لي عن خبايا المسيحية بدأت بقراءة الإنجيل وتعاليم المسيح وترسلت مع مسيحيين ببرامج درجة شكأن أهمهم صديقتي وهي عراقية مقيمة بي وبدون واسطة ولا علم والعالم دين لامستني روح يسوع المسيح أحسست أن في تذرعي ودعائي للمسيح حقيقة وفي تقرب له حكمة قونية حكمة كونية تقول بأن أؤمن بالمسيح ربا وفاديا ومخلصا وأنه القيامة والحياة وهو نور العالم الذي دجسد بشرا من العذراء مريم وجاء من السماء إلى أرضنا اللي يفدينا من عقاب الخطيئة التي فصلتنا عن العلاقة مع الله وأنا من بربري هذا وأمين أن أكون صوتك لي الشرف أن أكون صوتك وأنا من بربري هذا أقول يا رب أنا أؤمن أنك أرسلت ابنك يسوع المسيح إلى العالم لكي يموت من أجلي لكي أنال أنا الحياة الأبدية فأشكرك من أجل هذه النعمة وأعترف بفمي أني قبلت هذا العمل العظيم من أجلي فأسألك أن تقبلني إليك وتضمني إلى كنيسة المسيح وتحل بروحك القدوس فيها غافرا كل ذنوبي ومعاصية التي ارتكبتها مانحا إياي الحياة الجديدة لكي أعيش حسب إنجيل المسيح وفي النهاية لا أعود أخاف الموت لأنني سوف أأتي إلى الملكوت رب المجد يسوع لك كل المجد وشكر وحمدا يا الله وأنا أتوجه إليك يا دكتور خالد باسم الروح القدس أن تساعدني لأنفذ بجلدي من هذا المستنقع أنا وأطفالي بالنسبة لسؤالك أنا لست من هذه المنطقة وصدقا أنا متخوفة من أعطاء معلومات شخصية ولكن أنا ما حقولها صدقني أنا سلمت حياتي للمسيح نعم أنا في خطر ولكن واثقة بقوة المسيح والخلاص آمين الرب يباركك أنا فعلا تواصلت مع هذه الأخت وتناقشنا عدة مرات ففي كتير أشياء أنا مش قادر أقولها حفاظا على سلامتها وأمنها ولكن أكيد أنت في صلاتنا الرب يوصل صوتك لأنه صوتك صوت كتير مثلك مش أنت لحالك في كتير بنات يعانوا مثلك وما في خلاص مشكلتنا إحنا مشكلتنا مع الخطيئة مش مع الإنسان إحنا مشكلتنا مش مع زوجك ولا مع أقاربك ولا أهلك ولا لا إحنا مشكلتنا مع الخطيئة الأساسية اللي المسيح أصلا جاي خلصنا منها فاهمين الرب يستخدمك وإنت يمكن من راتب هذه التجربة عشان تكوني أنت من تساعد كل من تمر بمشاكل مثلك ورب يستخدمك أكتر وأكتر لخلاص النفوذ ومجلسه آمين أحبيتي في المسيح وصلنا إلى ختام هذه الحلقة والرب يبارككم جميعا وإلى اللقاء في الأسبوع القادم اشتركوا في القناة